احلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواه من شكور رمضان رمضان أشجانا رمضان أهلا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين و بعد و شاهدين الكرام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته حياكم الله معنا مرة أخرى في بنامجكم أحاديث و عبر و الذي نتناول فيه القصص و الحوادث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم نحاول أن نستخلص منها العبر كما نتلمس منها الأحكام التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الموضوع اليوم إن شاء الله معنا أيضا حادثة من الأمور المهمة في دين الله سبحانه و تعالى الإخلاص و هذه الحادثة تتكلم حول هذا المعنى المهم جدا في الشريعة الإسلامية فقد راوى الإمام مسلم رحمه الله عن شفي بن مانع الأصبحي رضي الله عنه و رحمه الله أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس دخل المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم فوجد في المدينة واحد جالس و الناس حوله يحدثهم بالأحاديث فجلس فلما سكت هذا الرجل و خلا به سأل من هو فقال له هذا أبو هريرة رضي الله عنه و أرضاه فلما انتهى جاء له و قال له يا أبا هريرة أسألك بحق و حق يعني شدد عليه كأنه أسألك بالله أسألك بحق و حق إلا حدثني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عقلته و علمته فقال أبو هريرة بعد أن سكت قال أفعل والله لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عقلته و علمته يقول و هذا في حديث مسلم في صحيح مسلم ثم نشغ يعني شهق شهق أبو هريرة ثم أغمي عليه سقط مغشي عليه من شدة الحديث اللي حدث فيه الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ثم أفاق فقال أبو هريرة مرة أخرى لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري و غيره يعني هذا الحديث أنا فقط الذي سمعته هذه المرة الثانية قال ثم شهق أبو هريرة نشغة أخرى ثم خر مغشيا عليه و هذا حديث صحيح ثم أفاق و مسح عن وجهه و قال لأفعلن لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنا و هو في البيت ما معنا أحد غيري و غيره قال ثم نشغة ثم أغمي عليه ثلاث مرات لا يستطيع أن يتكلم بالحديث دون أن تحدث له هذه الرهبة فلما أثاق من بعد الثالثة قال حدثني رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم و كل أمة جاثية فأول من يدعى يوم القيامة يدعى برجل جمع القرآن حافظ للقرآن كامل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله في أرض المعركة ورجل كثير المال ثلاثة أشخاص يدعون يوم القيامة عند وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى بكتابها ثلاثة جامع للقرآن منفق في سبيل الله مقاتل في سبيل الله يقال للقارئ أولا ألم أعلمك ما أنزلت عليك أو على رسولي قال بلى يا ربي قال فماذا عملت به ماذا عملت فيما علمتك قال يا رب كنت أقوم به بالنسبة لكتاب الله قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله سبحانه وتعالى كذبته وتقول الملائكة كذبت الملائكة تقول بعد قول الله عز وجل كذبت تقول كذبت ويقول الله سبحانه وتعالى له بل أردت أن يقال فلان قارئ ما شاء الله قارئ وحافظ وصوت جميل وقد قيل يعني بمعنى الناس قالت أنت تريد أن يقولون عنك قارئ قالوا الناس أنت قارئ فيأخذ فيلقى في جهنم ونعياذ بالله ثم يؤتى بصاحب المال فيقول الله سبحانه ألم أوسع عليك أعطيتك فرزق حتى لم أدأ أدأ لك حاجة أدأك تحتاج إلى أحد قال بلى يا ربي قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله سبحانه وتعالى كذبته وتقول الملائكة له كذبته ثم يقول الله سبحانه وتعالى بل أردت أن يقال فلان جواد كريم وقد قيل بمعنى الناس قالت أنك كريم الناس قالت أنك جواد يأخذ في النار ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله سبحانه في أي شيء قتلت فيقول أمرت بالجهاد أو أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت فيقول الله عز وجل بل أردت أن يقال فلان جريء شجاع فقد قيل يعني أنت الذي أردت حصل لك قالت الناس أنك جريء أنك شجاع أنك مغوار أنك مقاتل قال الناس ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ركبتي لأنه لم يكن جالس بينهم إلا هو هو أبو هريرة رضي الله عنه ما عن النبي قال إنه وحدهم قال فضرب رسول صلى الله عليه وآله وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار تسعر بهم النار يوم القيامة فأخذوا و طبحوا في جهدنا ما سبب إلقاءهم في النار هذا إن شاء الله ما سوف أتعرف عليه بعد هذا الفاصل بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاصل ذكرنا هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أرضاء و إضم هذا الحديث و وقع هذا الحديث على نفس أبي هريرة ما استطاع نتحدث به إلا بعد أن أغمي عليه و فعلا كان عظم هذا الحديث في محله و مكانه لماذا؟ لأنه تناول قضية من أخطر القضايا في الشرعة الإسلامية ألا وهي الإخلاص لله سبحانه و تعالى و لذلك حلقتنا اليوم إن شاء الله منصبة على هذا المعنى و هو معنى الإخلاص أولا الإيمان بالله سبحانه و تعالى هو عبارة عن إقرار باللسان أن تقر أن الله عز وجل واحد أحد لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم اعتقاد بالجنان ينصبق ذلك عمل بالأركان فإذن الإيمان ثلاث مراحل أن تقر باللسان تقول أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله و هذا ركن أو شرط من الإيمان ثم تؤمن بالقلب بعض الناس اللي تلفظ بلسانه و لا يؤمن بقلبه هذا الذي وصفهم الله عز وجل بأنهم من المنافقين المنافق يظهر الإسلام و يبطن الكفر فإذن إقرار باللسان و اعتقاد بالجنان بالقلب ما الدليل على أنك آمنت بقلبك و تلفظت بلسانك عمل الأركان عمل الجوابح الصلاة الصيام الحج إلى آخره هذا الإيمان يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية و الإخلاص لله سبحانه و تعالى من أهم أعمال القلوب المندبجة في تعريف الإيمان بل هي من أعظمها قدرا و شأنا بل إن القلب عموما يعني الإخلاص هو من آكد أعمال القلوب و لذلك الله سبحانه و تعالى وصف الناس بأن منهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات فالسابق بالخيرات هو المتقرب إلى الله سبحانه و تعالى بكل جوابحه و قلبه مبتدئا بإخلاصه لله سبحانه و تعالى فما هو الإخلاص ما تعرف الإخلاص الإخلاص أن يفعل العبد أن يفعل الإنسان الطاعة خالصة لوجه الله سبحانه و تعالى وحده لا يريد بها لا تعظيما من الناس و لا توقيرا و لا أن يجلب نفع ديني و دنيوي و لا أن يدفع عن نفسه ضرر و لا تفعل العبادة خالصة لوجه الله سبحانه و تعالى فلا تكون حركتك إلا لله و لا وقوفك إلا لله و لا سكناتك لله كل شيء تفعله في هذه الحياة لله سبحانه و تعالى و لذلك الإخلاص له منزلة عظيمة في الدين الإسلامي لماذا قال الله سبحانه و تعالى و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لماذا أمرنا أن نعبد الله إلا أن نحقق عملية الإخلاص لله سبحانه و تعالى يقول الله سبحانه و تعالى الذي خلق الموت و الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الفضيل بن عياض رحمه الله يقول في هذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسنكم عملا أي أخلصه و أصوبه فقيل له يا أبا علي ما أخلصه و أصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا و لم يكن صوابا لم يقبل و إذا كان صوابا و لم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا و الخالص أن يكون لله و الصواب أن يكون على السنة النووية فإذا العمل له شرطان الأول منهما هو الإخلاص أن لا تعبد إلا لله أن لا تعمل إلا لله الشرط الثالي أن يكون هذا العمل مع الإخلاص متوافق مع الهدي النبوي مع الشريعة الإسلامية و الأدلة من القرآن و من السنة كثيرة التي تحضوا و تحثوا على الإخلاص منها و ما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين و من الأحاديث النووية أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أرأيت رجلا غزى يلتمس الأجر و الذكر ماله يعني هو صحيح يبي يقاتل لكن بعد يبي يقولون عنه أنه قوي و شجاع فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شيء له فأعادها عليه مرة أخرى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شيء له فأعادها ثلاث مرات و النبي يقول له صلى الله عليه وآله وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا و ابتغى به وجه الله إذا كان العمل مول الله ما يقبل و ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا روية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال و قال في الحديث الآخر إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة و قال أيضا من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده و عبادته لا شريك له و إيقام الصلاة و إيتاء الزكاة مات و الله عنه راضي فإذا الإخلاص هو سبب لمرضات الله سبحانه و تعالى كذلك يعني الإخلاص هل له علاقة بالنية الفقهاء يقولون نعم الإخلاص مرتبط بالنية بمعنى أن النية إذا وجهت بأن هذا العمل و إن كان دنيويا لله سبحانه و تعالى تحصل عليه الثواب و الأجر من الله سبحانه و تعالى فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أتى فراشة للنوم و هو ينوي بعد أن نام يعني قبل أن ينام قال و هو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عينا كان ناوي و عازم العقد أنه يقوم لله سبحانه و تعالى حتى أصبح يعني أذن عليه الفجر و ما قام من الليل قال كان له ما نوى بمعنى كتب له أجر قيام الليل و كان أيضا و كان نومه صدقه عليه من ربه عز وجل بمعنى احتسب له قيام الليل و احتسب له كذلك أجر النوم لأنه كان في يعني عزمه و نيته لله سبحانه و تعالى أن يقوم الليل كذلك يذكر الفقهاء أن الإخلاص سبب لعظم الجزاء مع قلة العمل يعني إذا أنت أخلصت لله سبحانه و تعالى و إن كان العمل قليل إلا أن هذا العمل يكون عند الله عز وجل عظيم و من أمثلة ذلك أن هناك يعني كما تقول الروايات أن هناك مرأة في من كان قبلنا مرأة بغية تفعل المعاصي و العياذ بالله كانت تسير في يوم شديد الحرارة في الصيف فرأت كلب أعزكم الله تدلى لسانه من شدة العطش و ما استطاع يعني ما يوجد ماء حتى يشرب هذا الكلب عزكم الله و كانت هذه امرأة بغية من بغاية بني إسرائيل ماذا فعلت فنزعت موقها الشيء الذي تسير فيه فسقته يعني غرفت من البئر أو شيء جنبها كان فغرفت و قدمت الماء لهذا الكلب عزكم الله و كان في نيتها ما كان في نيتها إلا أن تغني يعني أو تسقي هذا الكلب تقول الرواية فغفر الله لها ذلك بذلك العمل و لذلك انظروا عمل بسيط بالإخلاص كيف ارتفعه إلى أعلى الجنان نتوقف إن شاء الله لفاصل قصير ثم نستكمل باقي الأحكام المتعلقة بالإخلاص حياكم الله معنا مرة أخرى نتابع الأحكام المتعلقة بالإخلاص الإخلاص سبب عظيم لأن يرفع الله عز وجل منزلتك يوم القيامة و يمحو عنك سيئاتك بإخلاصك لله سبحانه وتعالى جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوس الخلائق يوم القيامة يجيب واحد على رؤوس الناس في أرض المحشب و الحساب فينشر عليه تسعة وتسعين سجل كتاب تسعة وتسعين سجل كل سجل مثل هذا يعني مثل الشيء العظيم ثم يقال له أتنكر من هذا شيئا من هالتسعة وتسعين أظلمتك أظلمك كتبتي الحافظون ظلمتك أنا في هذه الإحصاءات كلها فيقول لا يا ربي فيقول أفلك عذر فيقول لا يا ربي ما لي عذر مقر بالذنوب فيقول الله سبحانه وتعالى بلى عندك عذر لكن أنت ما كنت تعلمه أو من تبهت له إن لك عندنا حسنة و إنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله كلمة الإخلاص كلمة التوحيد قد قالها موقناً مؤمناً بها و نحن ذكرنا في بداية الحلقة كيف أن الإيمان هو عبارة عن الإقرار باللسان و التصديق بالجنان فلما قال هذه الكلمة أخرجت بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً عبده و رسوله صلى الله عليه و عليه وسلم فيقول يا ربي هذه البطاقة مع هذه السجلات ما تقارن فقال إنك لا تظلم ما راح نظلمك راح نحط الميزان العدل فتوضع السجلات التسعة و تسعين كلها في كفة و توضع هذه البطاقة في كفة و التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً عبده و رسوله تقول الرواية فطاشت السجلات يعني ابتفعت إلى فوق و ثقلت البطاقة و التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى و قال و لا يثقل مع اسم الله شيء فإذا الإخلاص هو الذي يثقل الموازين الإيمان بالله عز وجل هو الذي يثقل الموازين و لا أدل على ذلك من رجل كان يمشي في الصحراء على جادة من جواد الطريق فوجد غصن فيه شوك فقام و أخر أبعده فشكر الله له لماذا أبعده؟ فقط مخلص أن هذا العمل لله سبحانه وتعالى عمل بسيط و لكن عند الله عظيم فشكر الله له فغفر له و لذلك الإنسان لا يستصغر بأن يعمل العمل و لو كان قليل أن يكون فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى و لذلك الفقهاء ذكروا أن الإخلاص له ثمار متعددة أولى هذه الثمار أنه يفرج الكربات و في قصة يوسف عليه السلام قال و لقد همت به و هم بها لو لا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فالله سبحانه وتعالى فرج عنه كربه و عصمه بإخلاصه لله سبحانه وتعالى قال إنه من عبادنا المخلصين كذلك من ثمار و فوائد الإخلاص نيل شفاعة محمد صلى الله عليه و آله و سلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لا ظننت أن لا يقولها أحد غيرك يا أبا هريرة قال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه فالذي يقول لا إله إلا الله خالصا مخلصا موقنا هي أعظم عند الله عز وجل و هو أحق الناس بشفاعة يوم القيامة كذلك مغفرة الذنوب كما ذكرنا في قصة الرجل و المرأة الذي شخص أماط الأذى و المرأة التي سقت الكلب هذا سبب تكفير الذنوب هناك بعض الأمور يظنها الناس من الإخلاص من الأبرياء و عدم الإخلاص ولكنها في الحقيقة لا إذا حمدت بمعنى فعلت فعل طيب و حسن ثم الناس قال لك الله ما شاء الله نشكرك و حمدوك و أثنوا على هذا العمل هل هذا ما فيه إخلاص؟ قال له لا الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير و يحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمنين ما فيه مانع طيب كيف نوفق ما بين الحادثة التي ذكرناها؟ قال هناك الذي قرأه و الذي قاتله و الذي أنفقه ما كان في نيته الأجر نهائيا كان قاتل أنفق قرأه من أجل أن يقال فأخذ جزاء خلاص الناس قالت أنك قارئ أنك أنت عالم أنك أنت مجاهد ولكن ما كان فيه إخلاص أما إذا كان أنت تبي الإخلاص لله ففعلت العمل لله ولكن الناس حمدت هذا العمل و شكرت هذا العمل هذا ليس فيه منافات للإخلاص كذلك إذا الإنسان انشهر بشيء مثلا هو شخص مثلا عالم أو شيخ أو قارئ و الناس عرفته حبته و استمعت له و صلت عنده ثم انشهر هل هذا منافي للإخلاص؟ لا هذا لا ينافي للإخلاص كذلك من الأمور التي لا تتنافى مع الإخلاص أن الإنسان يحب أن يكون حسن الثياب حسن الهيئة الإسلام دين الطهارة دين النظافة دين الجمال و المسلم حثتنا الشريعة الإسلامية أن تكون بهذه الهيئة الحسنة و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فالصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله إن رجل يحب أن يكون علوه حسن و ثوبه حسن فقال لا ليس هذا من الكبر أو منافات للإخلاص قال الكبر بطر الحق و غمط الناس أما الإنسان إذا حب أنه يكون على شكل حسن و هيئة حسنة لا يتنافى مع الإخلاص بل هو عبد لله سبحانه و تعالى طيب كيف يتحقق الإخلاص أولا هناك أمور تعين على الإخلاص أولا أن يعلم العبد المكلف يقينا بأنه عبد لله سبحانه و تعالى و العبد ما يستحق العواض إلا إذا كان العمل له يعني الآن يصير أنك أنت توظف واحد يشتغلك و يشتغل حق غيرك و أنت يايبة فقط لك ما يستقيم فيجب أن يخلص لك في العمل كذلك أنت عبد لله لست عبدا لغيره فإذا ما عملت العمل يجب أن تعمل العمل لله ابتغاء وجه الله ابتغاء مبضات الله فيجوز لك أن تشربك مثلا أنت تعمل عمل عشان الناس يقولون أنت تعمل عمل حتى يقولون أنك فلان طيب و صالح فتتزوج تعمل العمل حتى يعني تحصل على المكانة فتتسهل لك المعاملات لا هذا ينافي الإخلاص يجب أن تعمل لله أيضا مما يعين الإنسان على تحقيق الإخلاص مشاهدة منة الله سبحانه و تعالى عليه و فضله و توفيقه لأن الله سبحانه و تعالى هو الذي أعطاك و أنعم عليك فلماذا لا تخلص له يعني إذا أكرمك الإنسان تحسن إليه فإذا أكرمك الله سبحانه و تعالى و من عليك و تفضل عليك ألا يستحق الله سبحانه و تعالى منك الإخلاص له فإذا هنا إذا عملت العمل لا تنظر إلا لله و لا يدور في خلدك و ذهنك إلا الله سبحانه و تعالى ثم إذا جاءت الأمور الدنيوية هذا لا بأس لأنه لم يكن قصدك ابتداء إلى هذه الأمور الدنيوية و إنما كان قصدك ابتداء إلى الله سبحانه و تعالى الأمر الثالث الذي يعينه على الإخلاص أنك أنت طالع تقصيرك أنت مع الله مع نفسك فإذا ما اعترفت بتقصيرك لله حتما كانت كل أعمالك لله سبحانه وتعالى فحظك من نفسك قليل تنظر إلى نفسك بأنك أنت مقصر في حق الله سبحانه وتعالى فهنا يدعوك ذلك للإخلاص نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين الحائزين على بضاء في الدنيا والآخرة أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة أحلى القوافي والنشيد في مقدم الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد والرب تواه من شكور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة